اشتركوا في القناة وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن تصبك حسنة تسؤهم هلا بس نسمع هاي الآيات قبل 1400 سنة هلا عينها تطبيقها بحياتنا بلداننا بشعوبنا بمنطقتنا إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ويقول تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وتوجون من الله ما لا يوجون وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي العظيم نصل إلى حدثتنا الأخيرة حيث نتوجه بالتبريك والتعزية بأخينا الحبيب والعزيز القائد الكبير الشيخ صالح نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورفاقه القادة والكوادر في القسام وفي حماس الذين استشهدوا بالأمس في عدوان إسرائيلي فاضح على الضاحية الجنوبية لبيروت في ليلة استشهاد القادة الحاج قاسم والحاج أبو مهدي أتوجه للأخ الكبير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الأخ سماعي الهنية والعبد وليكل إخواني في قيادة حماس وقيادة القسام وفصائل المقاومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني وعائلة العائلة الشريفة للشيخ صالح والعائلات الشريفة لكل الشهداء الذين كانوا معه واستشهدوا معه بالتعزية والتبريك والدعاء لهم بالصبر والتوكل وهم أبدوا ذلك وأظهروا ذلك وأن يتغمد كل هؤلاء الشهداء برحمته الواسعة إن شاء الله ما نقوم به على الحدود لو كان هاي القوة للمقاومة مش موجودة هلأ يمكن الشباب صاروا محكوا بالسبعمائة عملية أو أكتر عملية واحدة كانت كافية لتشن إسرائيل حرب على لبنان في ممضة لماذا لا تفعل ذلك هل لأنه لبنان ضعيف هل هي محترم المجتمع الدولي والعائلات الدولية والحكي السخيف أم لأن لبنان قوي ويرد الصاع صاعين كل ما تسمعونه أيها الإخوة والأخوات من تهديد ووعيد شوفوا أمس أتدوا على الضاحية واللي صار أمس خطير جدا في عنوانين في أتل الشيخ صالح وإخوانه هذا بحد ذاته جريمة عظيمة وكبيرة وفي ضرف الضاحية هذا أول مرة بيحصل بهذا الشكل بعد 2006 طيب أمس بالليل جاءت رسائل وبعدين بعض المسؤولين الإسرائيليين حكوا بالإعلام أنه نحن لا أصدنا لبنان ولا أصدنا حزب الله وحزب الله مش معني بهذا اللي صار نحن عنا مشكل مع قيادة حماس صفينا حسابنا مع قيادة حماس أنتم ملكون خصة هذا حكي عن مين بيمرهد؟ على الأطفال على الجبنة كل ما تسمعونه من تهويل وتهديد طبعاً أنا هلأ لا أبدي أهويل ولا أبدي أهديد ولو أنا أبدي أستند على كل الماضي لأقول جملتين في نهاية الكلمة الجملة الأولى نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة ولذلك ندفع ثمناً غالياً من أرواح شبابنا حفص اليوم الجمعة ولكن إذا فكر العدو أن يشن حرباً على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط وهو يعلم ماذا أعني رجالنا صواريخنا قدراتنا إمكاناتنا تهديدنا كل ما ذكرناه في السنين الماضية ألا يمكن نحكي فيه كثير وما بكف يذكر فيه لأقول نحن لسنا خائفين من الحرب ولا نخشاها ولا مترددين لو كنا خائفينين كنا وقفنا على الجبهة ما الأمر كان هددونا وإجهوا الفرنسيين بلغونا رسائل طويل عريضة والإنجليز والألمان ما بقي حدا هل توقفنا؟ هل تراجعنا؟ هل ترددنا أبدا؟ من يفكر في الحرب معنا بكلمة واحدة سيندم إن شاء الله الحرب معنا ستكون مكلفة جدا 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 إذا كنا حتى الآن نداري الوضع اللبناني والمصالح الوطنية اللبنانية فإذا شنت الحرب على لبنان فإن مقتضى المصالح الوطنية اللبنانية أن نذهب بالحرب إلى الأخير بدون ضوابط فيما يتعلق بالحادثة أمس المقاومة وعدت وإن كانت في ظروف مختلفة لم تكن هناك حرب وتغيير في كثير من معادلات الصراع ولكن هذا لن يغير من الوعد شيئا الجريمة أمسية جريمة كبيرة وخطيرة ولا يمكن السكوت عليها والأمر لا يحتاج إلى الكثير من الكلام وكما قلنا في بيان حزب الله أمس هذه الجريمة الخطيرة لن تبقى دون رد وعقاب لن تبقى دون رد وعقاب وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي